خطف صريقة تعد وقتل أبطالها نازحون سوريون هكذا نختصر الأيام القليلة الفائتة في لبنان ما أعاد إلى الواجهة ملف النزوح السوري العبء الأكبر الذي أثقل كاهل اللبنانيين والدولة غائبة عنه منذ عام 2011 والمنظمات الدولية تتعاطف هذا الملف من دون حسيب ولا رقيب فتارة تعلو الأصوات لإيجاد حل لهؤلاء النازحين وما يخلفونه على المجتمع اللبناني وإعادتهم إلى المناطق الآمنة في سوريا لكن ما تلبث هذه الأصوات أن تخفت في ظل قرار دولي ضمني في إبقائهم في أماكن وجودهم بعد جريمة قتل باسكال سليمين أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال ناجيب ميقاتي عن خطة يعمل على تطبيقها لإعادة النازحين السوريين مصادر معنية كشفت للأم تيفي تفاصيلها كالآتي التطبيق الفعلي للخطة يبدأ أواخر شهر نيسان الجاري وبحسب المصادر بدأت من سنة بورقة قدمتها الحكومة في بريكسال إلا أن اليوم هناك أطرا لتنفيذ المسودة وستطرح من جديد في مؤتمر بريكسال الذي سيعقد أواخر شهر أيار المقبل ست مراحل أساسية أهمها الطلب من الـ UNHCR تزويد الحكومة بتواريخ تسجيل السوريين في لبنان هذا الأمر يخول الحكومة تقسيم السوريين إلى فئات معينة وعلى أساسها يتم التعامل معهم فمن هو غير شرعي يرحل على الفور أما النازح الذي يعمل في مؤسسة لبنانية عليه أن يكون مزودا بأوراق قانونية وتلفت المصادر للـ MTV إلى أن القوانين اللبنانية المرعية كافة ستطبق على جميع السوريين إلى ذلك طلب مساعدة المجتمع الدولي عبر مساعدة الدولة اللبنانية مراقبة الحدود الشرقية والبحرية وتحفيز العودة الطوعية إلى سوريا وتقول المصادر أن هناك حوالي مليون وستمائة ألف سوري ليسوا جميعهم نازحين بل باتوا يستفدون اقتصاديا من لبنان من خلال العمل واستئجار الشقاق والمحلات نهيك بما ينجم عنها من أضرار وجرائم للمرة الأولى تتحدث المصادر للـ MTV عن إجماع لبناني عام في هذا الملف كما أن العمل مع المجتمع الدولي بدأ جديا وتفاصيل الخطة المتبقية ستناقش في مجلس الوزراء وهي نقاط تصفها المصادر بالحاسمة